يأتي هذا فيما أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ أن ذوي الهمم يلقون اهتماما غير مسبوق خلال الفترة الحالية مشيرين إلى العمل على تذليل العقبات حتى يستطيع ذوي الهمم ممارسة الرياضة عندنا بيئة تشريعية صراحة في عهد فخام السيد الرئيس عفتح السيسي ذوي الاحتاجات الخاصة لقوا اهتمام لم يلاقوه من قبل فبالتالي احنا عندنا هنا السياسات التنفيذية لهذه التشريعات من ضمن الحاجات اللي أنا طلبت بيها النهاردة كانت في التوصيل في طلب منقشة اللي هو رقمانة مراكز الشباب حتى تتيح لي حصر زوي الاحتاجات الخاصة في النتاق الجغرافي لكل مركز دستور المصر في مدة 81 أقر على حقوق الأشخاص زوي الإعاقة كافة الحقوق وتمثيلهم بكافة الوظائف تحقيقها لمبدأ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص عندنا لأول مرة قانون 2018 لحقوق زوي الإعاقة ده قانون شامل لكافة الحقوق الخاصة بالأشخاص زوي الإعاقة نحن محتاجين فعلا أن زوي الإعاقة يكون لهم مبارسة الرياضة من خلال مراكز الشباب الموجودة على المستوى الجمهورية وصلا أننا لدينا عادات كبيرة جدا جدا إزاي أن نتأهل لهم البنية الأساسية في الممارسة خصوصا في عهد السيد الرئيس عبدالت السيسي نالت أصلا اهتمام كبير جدا جدا ونالت في جميع التشريعات التي تمت في مجلس النواب من بعد 2018 شايف أننا إن شاء الله نقدر نزال لزال العقابات ديات إزاي فعلا أن نمارسة الرياضة كبيرة وجودة على الأرض الواقع إزاي فعلا أن نزال الأعاقة يكون لهم اهتمام خاص